عارفك بتارك وتلسة بتكلم من كم يوم على عيمن أشرف ده لعب أساسي منتخب مصر لعب أساسي النادي الأهلي الراجل مش مقتنع به تماماً ما شافهاش مع الراجل فره خالص ما دخلش دقيق ورغم كده انت ما سمعتش دوشة من عيمن ما فيش مشكلة لا هو فيه دوشة بس مستخدم لا حقل له لا أنا أصدق على فكرة ما أقول لي عكيد متدايق أنا كلمت تعيمن أشرف متدايق ما أقول لي وزعلان وعايز يلعب بس ما فيش دوشة في العالم خليها بمعنى قدرك ما فيش دوشة في العالم هو عارف يلم غرفة الملابس ومعه مدير كرة قوي زي السادة عم حفيز طبعاً وده حقيقة بص أختلف مع شخصية كتسايد في حاجات هنا في الآخر هو مدير كرة قوي بيقدر يلم غرفة الملابس بشكل كويس جداً وده اللي فارق مع النادي الأهلي يعني لما نيجي نقول ان انت حجم اللعيبة أو كمية اللعيبة اللي موجودة والمشاكل ما بتطلعش هنا وهنا حتى لو بتطلع بتطلع عن استحياء ده نجاح صح ده نجاح كبير جداً